اشتركوا في القناة من الدجال كيف ننجو من الدجال ولكن اود ان اقول بداية من اين يخرج الدجال من اين يخرج ايه البؤرة ايه المنطقة الا هيخرج منها الدجال لان كما سبق في لقاء سابق وذكرت لحضراتكم انه محصور في جزيرة في المحر موجود الدجال دلوقتي زي ما يأجوج ومأجوج موجودين دلوقتي الدجال هيخرج من خراسان فين خراسان دي معروفة جدا خراسان دي في بلد موجودة دلوقتي اسمها ايران يبقى هيخرج من منطقة يقال لها خراسان يشعر به المسلمون امتى وهو في منطقة بين الشام والعراق في منطقة بين الشام والعراق قال صلى الله عليه وسلم ان الدجال يخرج من ارض بالشرق يقال لها خراسان يتبعوه اقوام كأن وجوههم المجان المطرقة الوجوههم كالترس مدورة مطرقة يعني كأن اتخبطت وجوههم جوه كده فدخلت لجوه شوية معروف المنظر ده موجود يتبعوه اقوام كأن وجوههم المجان المطرقة تحس كأن وشوم داخل لجوه شوية ووشوم ايه مدور طيب قال صلى الله عليه وسلم ايضا انه خارج خلة بين الشام والعراق خارج خلة الخلة دي اللي هي منطقة بين بلدين منطقة بين بلدين يبقى منطقة بين الشام والعراق فعاس يمينا وعاس شمالا يا عباد الله فاثبتوا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هو يخرج بين الشام والعراق الناس يحيثوا به بين الشام والعراق فيعيس يمينا يعيس يمينا ويعيس شمالا يا عباد الله فاثبتوا هيعد قد ايه في الارض المدة قد ايه اربعين اربعين يوم أربعين يوم بس ويمسح الأرض كلها في أربعين يوم آه بس مش الأيام زي أيامنا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائروا أيامي كأيامكم يعني بالضبط سنة وشهرين وأسبوعين احسواها كده سنة وشهرين وأسبوعين دي مدة مكس الدجال في الأرض بس السنة دي يوم كامل بسنة يوم كامل بشهر يوم كامل بأسبوع يبقى كده كام تلتة يام بلس سبعة وثلاثين سائروا أيامه كأيامكم قال صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام وما لبثه في الأرض يعني مدة مكس الدجال في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله الحديث من حديث النواسي بن سمعان قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم يا سلام على الناس المؤمنة التقية بيفكروا في الصلاة تبها نصلي إزاي في اليوم اللي هو كسنة قال لا يعني ما يبقاش يوم يعني مثلا يوم بسنة ويتصال فيه خمس صلوات برضو قال لا قال أقدروا له قدرة يعني أنتم مثلا بعد قد كده كنت بتصلوا الفجر بعد قد كده كنت بتصلوا العصر يعني إيه الصلاة مش يوم لا أقدروا له قدرة يبقى دي مدة مكس الدجال في الأرض مين هم أتباع الدجال مين هم الناس اللي همشوا وراء الدجال الناس اللي هتتبعوا الدجال أكتر أتباع الدجال اليهود والنساء ليه اليهود اليهود لأن عندهم عقيدة في المسيح الدجال وعندهم ما اسموش المسيح الدجال اسمه عندهم المسيح ابن داود تسميته عندهم كده وأنه ملك سيأتي في آخر الزمان ويسير الله تبارك وتعالى معه الأنهار يعيد إلى اليهود ملكهم الضائع ربنا سبحانه وتعالى يضيع ملكهم ولا يجعل لهم قائمة طالما أنهم يظلمون العباد إنما بقول لحضرتكم يعني يتبعون الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر أتماع الدجال اليهود والنساء ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفا عليه مطيالسة أصفهان يعني أصبهان يعني برضو إيران وعلى فكرة المنطقة دي كانت هناك مدينة خاصة باليهود صحيح ما عادتش عادوا بقايا بقايا مش ملهمش كينونة قائمة إنما بقايا إنما هيرجعوا تاني لهذه المدينة سبعون ألفا من يهود إيه؟ من يهود أصفهان عليهم الطيالسة يا الله صلى الله على النبي محمد بالنبي بيوصف الثياب اللي لابسينها كمان الطيالسة جمع طيلسان والطيلسان حاجة كده بتتحط على الجسم زي العباية كده زي العباية كده بتتلبس كده حاجة مناش أكمام حاجة بتتحط على الجسم كده إذ اسمها إيه؟ الطيلسان النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الثياب اللي لابسينها عليه الصلاة والسلام ولم لا؟ وهو نبي الله الذي لا ينطق عن الهوى أكثر أتباع الدجال من مين؟ من النساء اسمعوا للحديث العجيب ده في مسنة أحمد ينزل الدجال في هذه السبخة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء أكثر إلا هيخرج للدجال النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا يربطها كويس جدا مخافة أن تخرج إليه سبحان الله العظيم يبقى خايف على زوجته وبنته وأخته وعمته يعني المقصد بقى أي وحدة تهمه يقوم رايح البيت ربطها كويس جدا لألا تخرج إلى الدجال ليه الفتنة بين النساء كبيرة جدا جدا ثم يصلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته يقتلونه دي جاية دلوقتي لأن مش المسلمين هم اللي يقتلونه يقتلونه المسلمين فعلا سيعدونه جيشا لغزو الدجال والججده هينتصر بس مش هينتصر لأنهم هايقتلوا الدجال لأن قائدهم هيبقى عيسى بن مريم وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو بنفسه إلا هيقتل الدجال فيقتلونه ويقتلون شيعته اللي هم مين اليهود حتى إن اليهودي لا يختبئ خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر فيقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله حديث مشهور جدا جدا إنما أنا قلت بس لسا هرجع طبعا لقصة نهاية الدجال إنما أنا قلت بس لحضراتكم على عشان نعرف خطر الفتنة بين النساء وإن الموضوع هيبقى خطير لدرجة النساء يتفلتوا ويهربوا من وراء رجالتهم عشان يروحوا للدجال يمنعوهم مش قادرين حتى يضطر الرجل مش بس إنه يقنع ويقول لهم يا جماعة وما فيش فايدة ما بيقتنعوش يقوم يربطهم رباط يعودوا يحاولوا كده مش هيقدروا لأنه ربيطهم رباط قوي جدا جدا لأنه مفيش وسيلة لكده عشان ينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى لألا هتتابعوا الدجال طيب طوق النجاة إزاي ننجو من الدجال وده المهم أيوة وهذا هو المهم بعض الناس ممكن يتخيل إن الكلام اللي قلته كله عن الدجال ده كلام بنقوله كلام مش كلام عملي لا يا أحبابي كلام عملي جدا ومهم جدا جدا لأن من وسائل الدجال وسائل الخلاص من الدجال والنجاة من فتنة الدجال أول حاجة الاستعانة بالله عز وجل والدعاء والدعاء آه ده أقوى سبب استعانة بالله توكل على الله سبحانه وتعالى الدعاء وإحنا عندنا الدعاء من دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام يتعوز تقول عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوز في صلاته من فتنة الدجال وأربع حاجات كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة إياها كما يعلمهم السورة من القرآن التعوز من أربعة اللهم إني أعوذ بك من فتنة من عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة ها من شر فتنة إيه المسيح الدجال يبقى دلوقتي الاستعانة بالله تبارك وتعالى والدعاء أيضا الذكر ذكر الله تبارك وتعالى وده مهم جدا ذكر الله الآن ووقت مواجهة الدجال طيب ووقت مواجهة الدجال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث ده مهم جدا يا جماعة مهم قوي قوي وعايزين نحفظ اللي فيه الذكر اللي هيتقال عايزين نحفظه لأن الذكر ده لما تقوله ربنا يحميك من الدجال قال صلى الله عليه وسلم حديث في مسند أحمد قال النبي بإسناد صحيح يقول إن من بعدكم الكذاب المضل إن من بعدكم الكذاب المضل وإن رأسه من بعده حبك 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 يعني إيه يعني إيه رأسه حبك 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 يعني شعره متكسر لسه من ساعة ما كنت بأوصف لحضراتكم في الدجال وقلت هنقولها بعدين إن شعره بيتقصف شعره مجعد وبيتقصف حبك 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 يعني يتكسر مجعد يتكسر وإنه سيقول أنا ربكم وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال أيوة نحفظ بقى من هنا فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك لم يكن عليه سلطان يبقى حماية من الدجال إنك تقول لما يقول أنا ربكم تقول لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك أقول المرة التالتة لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك اللي يقول الكلمتين دول أول ما الدجال يقول أنا ربكم ربنا عز وجل لا يجعل للدجال عليه سبيل ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند أحمد إسناد صحيح ثالثا من أهم وسائل النجاه من الدجال العلم بصفات الله تبارك وتعالى وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن الله لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى الناس اللي عرفوا ربنا سبحانه وتعالى مش هتفتن بالدجال أربعة العلم بصفات الدجال هو كلام كل اللي قلته اللي بعض الناس ممكن يتخيل أنه كلام يعني إحنا خلينا كلام عملي أيوة حضرتك إحنا بنقول الموضوع وفي النهاية الكلام العملي بس في الحديث ده من أول كلمة كلام عملي إنك تعرف ده إنك تعرف ده أن الدجال الدجال كما ثبت في بعض الآثار الموقوفة أن الدجال سيظهر في وقت يكون فيه غفلة الناس عندهم غفلة وعندهم الشغال عن الله تبارك وتعالى وأن الدابة التي سيركبها الحمار الدابة لا يتحرك عليها الحمار هذا أثر موقوف يعني في إسناده ما قال لم أهتم به كثيرا فالمهم إن العلم بصفات الدجال ها صفات الدجال إنه قصير قسيم أفحج يعني مباعد ما بين شعر مجاعد عينه عين العين اللي مين عليها ظفرة غليظة ما بيشوفش بيها العين الشمال عين قاحظة خضراء كالزجاجة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب والوقوف على نمزج من فتنته وإمكاناته إحنا عارفين وربنا عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام معرفنا كل حاجة عليه الصلاة والسلام وكل إمكانات الدجال إحنا عارفينها كويس جدا جدا فأول ما نتعرض له نبقى فاهمين وعارفين إن ده كله خداع ومن أسباب أعطاه الله تبارك وتعالى إياها ليمتحن الناس في إيمانهم وتقوهم يبقى دلوقتي أربعي العلم بصفات الدجال خمسة حفظوا عشر آيات من سورة الكهف قال صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال ليه؟ مجرد الحفظ لا مش مجرد الحفظ يا جماعة مجرد الحفظ مش مش عشان الحفظ لا عشان هتستعملها لما تشوف الدجال ركزوا في الحتة دي مش باب خلاص واحد حفظ عشر آيات وخلاص لا لو حفظ عشر آيات وقابل الدجال وما قرأهاش على الدجال هيفتن بالدجال أو قابل الدجال وفوتن به خلاص فالعبرة إن من الأسباب القوية إنك تحفظ عشر آيات من سورة الكهف عشان تقرأها على الدجال لما تقابلوا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف يبقى هو يبقى حفظه عشان إيه؟ عشان تقرأها على الدجال قال صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف يبقى دلوقتي أول ما تشوف الدجال تقرأ فواتح الكهف طب لو ابتليت بناره استغث بالله واطلب الغوثة والحماية من الله ويقرأ برضو سورة فواتح سورة الكهف يبقى لها استعمال متعدد طيب هنا سؤال مهم لماذا سورة الكهف العلماء قالوا لمشابهة الحال يعني حال المؤمنين زي حال أهل الكهف مع حال الكفار الذين كانوا يطاردونه والبعض قال لا لأن فيها معاني إيمانية بتثبت الإنسان على الإيمان والتقى وإحنا مسدقين النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال يعني إحنا هنطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام من غير حاجة يبقى دلوقتي حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أول ما نشوف الدجال نقرأها لو ابتلي أحد بناري ناس الله السلامة من فتنة الدجال كلها لو ابتلي أحد بناري فليستغذ بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف ستة عدم الذهاب إلى الدجال دي من أسباب النجاح من الدجال عدم الذهاب إلى الدجال ما فيش حد يروح للدجال لا يجوز للمسلم أن يأتي الدجال طب قصة الرجل اللي لسه حكيين قصته في آخر الحلقة الماضية الرجل الذي النبي عليه الصلاة والسلام ثمن موقفه وقال هذا الرجل هو أفضل الناس شهادة عند رب العالمين هذا استثناء هذا استثناء إنما الأصل على المؤمنين أنهم لا يجوز لأحد أن يذهب إلى الدجال قال صلى الله عليه وسلم وقل لحضراتكم الحديث للمرة التانية من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن يظن أنه هو ثابت وعرف دينه وعرف عقدته كويس جدا فهو يحسب أنه مؤمن فيتابعه لما يرى على يديه من الشبهات طيب الذين لا يطيقون مقاومة الدجال لا بأس أبدا من أن يفر من طريقه اهرب من طريقه روح حتة تانية روح إن شاء الله تروح للجبال إنها ما تؤفش ما تقبلش الدجال قال صلى الله عليه وسلم لا يفرن أقوام من الدجال بالجبال ليه مش لقين حتة هيهرب من الدجال فين؟ في الجبال إنه بيروح في كل حتة اهرب بقى في الجبال طيب افرد واحد ما عرفش إهرب وتحط في موقف إنه آبل الدجال هيعمل إيه؟ إنه اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر وأن يصنع بالحق ولا يجوز له أن يوري موضوع بقى هنا ما ينفعش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان دي ما تنفعش هنا جماعة ما فيش إكره يا حق يا باطل وما فيش حاجة تضمرها في قلبك كله ظاهر موضوع مش بسيط ده فتنة عامة يبقى دلوقتي ما فيش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يا حق يا باطل ظاهر مؤمن بربنا إثبت وإجهر بكده وقل ما بربنا خفاء وقل له أنت المسيح الكذاب هيقتلك يقتلك وزي ما قلت لحضراتكم جنته نار وناره جنة ونهر من ماء ماء اللي شايفه نار ماء بارد واللي شايفه نار واللي شايفه ماء هو ده نار إنما هذه من وسائل الفتنة وإثبت على دين الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم يا سلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيطم من أصحابه وده حقيقة إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤوا حجيجه نفسه كل إنسان حجة عن نفسه أو يحتج عن نفسه يبقى دي من وسائل النجاة من فتنة الدجال وتبقى هناك وسائل أخرى نستكمل مع حضراتكم الحديث بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى فابقوا معنا الحمد لله والصلاة والسلامة والرسول الله أحبابي في الله إزاي ننجو من الدجال ده موضوع مهم جدا موضوع خطير جدا وما فيش حد يقول لا 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 الدجال مين لسه بادري لا مين لا لسه بادري كل نبي من الأنبياء قبل النبي محمد ينذر أمته المسيح الدجال النبي حذر الصحابة من المسيح الدجال فإحنا عندنا أسباب من أهم الأسباب الاستعانة بالله الدعاء الزكر الزكر فاكرينه لما الدجال يقول أنا ربكم لا استربنا ربنا الله إليه أنابنا وعليه توكلنا نعوذ بالله من شرك اللي يقول دي ربنا يحميه من فتنة الدجال الحاجة التانية العلم بالصفات الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى لا يرى وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير أيضا العلم بالصفات الدجال وأنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس في أعور ولو كان يعني هو أعور العور دعيب طب لو هو قادر كان يصلح اب نفسه الأول أيضا الحفظ ثواتح سورة الكهف ليه عشان لمن قابل الدجال نقراها ومن ابتلي بناره فليقراها من أهم الأسباب أيضا عدم الذهاب إلى الدجال وكل هذا ذكرناه من أهم الأسباب اللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين مكة والمدينة مكة والمدينة أو المسجد النبوي المسجد الحرام المسجد الأقصى الطور طيب نشوف قصة مكة والمدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال للطاعون يدخل ولا الدجال يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح يا سلام اللهم إننا نسألك أحسن خاتمة في مدينة حبيبك رسول الله ده المدينة دي عظيمة كل حاجة فيها حلوة كل حاجة فيها جميلة اللي يموت في المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإن من مات بالمدينة كنت له شهيدا أو قال كنت له شفيعا يوم القيامة عشان كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما النبي مات معظمهم مش راضي يسيب المدينة أبدا العيش في المدينة جميل ورائع العيش في المدينة حماية من الدجال حماية من الدجال وكنت عايز أقول الفضل لمن مات بالمدينة مش لمن دفن في البقيع واخد مبالكم فضل لمن مات في المدينة دفن في البقيع كتير بيضفن في البقيع عبد الله بن أبي بن سلول دفن في المدينة فالفضل لمن مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يبقى ملكان على أبواب المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد حتى إذا جاء دبر أحد لسة دون أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام الملائكة هتضرب الدجال ضربت وجهه قبل الشام هناك يهلك هناك يهلك يبقى في نهاية المطاف الملائكة هي اللي هتبعد عن المدينة وتوجه نحية الشام حيث موطن هلاك الدجال الدجال هيهلك في الشام قال صلى الله عليه وسلم وإنه يلبث فيكم أربعين صباحا يرد فيها كل منهل إلا أربع مساجد إلا أربع مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى الحقيقة يعني لم يسعفني الوقت حتى أبحث هل في مسجد في الطور دلوقتي ولا لأ إنما هذا في مسند أحمد بإسناد صحيح مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى قال النبي صلى الله عليه وسلم ده في حديث الجساسة قال وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه الدجال وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا تلقته الملائكة بالسيوف في صلتة يعني مشهرة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة منطقة حول الجامعة الإسلامية الآن عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات هتأخذ المدينة تلت زلازل تلت زلازل يبقى ينزل المسيح الدجال حولين المدينة دون أحد عند منقطع السبخة أرض فضاء واسعة كده ينزل الدجال ومستني ومستني وهو مستني كده تتزلزل المدينة وترجف المدينة فتلفظ إلى الدجال كل منافق ومنافقة كل منافق ومنافقة ينطردوا كده يخرجهم إلى الدجال طيب وفيه برضه موقف يحصل عنده نزول الدجال النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم عن اليوم ده يوم الخلاص فقيل وما يوم الخلاص قال يجيء الدجال فيصعد أحدا يبقى الدجال هيطلع على جبل أحد فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه أترون هذا القصر الأبيض إنه مسجد أحمد صلى الله عليه وسلم أترون هذا القصر الأبيض إنه مسجد أحمد ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب ملكا مسلطا في رواية ملك رواية ملكين هيجد الملك مسلطا معه السيف مشهر في وجه المسيح الدجال فيضربون وجه الدجال فيرجع قبل الشام هناك يهلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال فنيجي بعد كده للوسيلة التي بعد ذلك التي تلي ذلك اللي هي هلاك الدجال وكيف يهلك الدجال هيهلك الدجال ربنا عز وجل سيهلك الدجال كيف يهلكه كيف يهلك الله تبارك وتعالى الدجال ذكرت لحضراتكم في الملحمة لما كنت بتكلم عن الملحمة التي تحصل بين المسلمين والروم هيجمع المسلمون في المسجد يسوون الصفوف ويعدون الصفوف إذ أقيمت الصلاة أقيمت الصلاة صلاة الصبح وبينما هم كذلك والصلاة بتقام والإمام تقدم الإمام يومئذ رجل صالح الإمام يومئذ رجل صالح زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث جابر بإسناد جواده ابن القيم رحمه الله قال ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمير تكرمة الله لهذه الأمة يبقى هينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واضعا كفيه على أجنحة ملكية ولسه نتكلم في الحديث عن المسيح عيسى بن مريم منزوله كعلامة من العلامات الكبرى إنما بس بأخذ الحتة الشهد المتعلق بمقتل الدجال ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكية إذا طأطأ رأسه قطر يعني قطر نزل قطرات وإذا رفعه التحدر منه جمان اللؤلؤ قطرات اللؤلؤ على جبين عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول ما ينزل عيسى بن مريم ينزل عند إقامة صلاة الصبح فأول ما يشوف الإمام يرجع ينقص يرجع القهقارة بيرجع بظهر كده فيضع عيسى بن مريم يده بين كتفيه ويقول تقدم فصل فإنها لك أقيمت وفي رواية زي ما قلت بعضكم على بعض أمير تكريمة الله لهذه الأمة ويرفض عيسى بن مريم أن يصلي إماما لماذا يا أحبابي يرفض أن يصلي إماما حتى لا يقول الناس أنه جاء بشرع جديد وبدين جديد وأنها نبوة جديدة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فيصلي رسالة قوية جدا جدا للدنيا كلها أنه جاء كفرد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ده في إنه بيصلي مأموم وراء المهدي نسمع بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم ورجع ذلك الإمام ينكس ينكس يعني يرجع بظهره يمشي القهقرة ليقوم عيسى بن مريم فيصلي فيضع عيسى بن مريم يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى بن مريم افتحوا الباب افتحوا الباب باب بين عيسى بن مريم وبين الجيش اللي كونوا المسلمين بخيادة المهدي لكن خلاص عيسى بن مريم جاء هيبقى الإمام هيبقى الإمام في هذه المعركة وربنا عز وجل نزله لأجل ذلك من الأسباب يعني لأجل ذلك ليقتل الدجال فأول ما يفتح الباب يكون الدجال خلف الباب ومعه اليهود أتباعه إيه لا يحصل يقتل الدجال ويقتل أتباع الدجال اللي هم اليهود اسمعوا كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيفتحون ووراءه الدجال وراء الباب مين الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج يعني لبسين لبس الحرب ومعهم السيوف مستعدين للحرب والقتال مع الدجال كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح فينطلق هاربها إيه بقى قصة ذاب كما يذوب أول ما يشوف عيسى بن مريم شايفين اللي كان عامل فيها مش عارف إيه ومعه جيش وجاي يقتل المسلمين أول ما يشوف عيسى بن مريم ينطلق هاربا ويذوب يذوب كما يذوب الملح ليه في نفس عيسى رائحة تذيب الكافرين ومن أكفر الكافرين الدجال في نفس عيسى وإن نفسه ينتهي حينما ينتهي طرفه يعني مدى الشوف عنده مدى الرؤية عنده نفس عيسى موجود فيتضاءل الدجال يتضاءل 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 يذوب كما يذوب الملح فيدركه عيسى بن مريم عند باب لد منطقة بفلسطين فيقتله فيريهم دمه في حربته ليطمئن الناس أن الدجال قد قتل يا الله أخيرا تخلصت الدنيا من الدجال أخيرا تخلص العالم من الدجال طب أتباع الدجال هنا تحصل الآية العظمى مع أكبر آية في جيش يقاتل من المسلمين اللي هو ربنا عز وجل يجند الأحجار والأشجار والجبال والدواب والحيوانات وكل شيء لينطق لينطقه الله عز وجل وينادي على المسلم يا عبد الله أمسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله فيقتل الله فيقتل الله اليهود بياد المسلمين إلا الغرقادة فإنها من شجر اليهود وكده خلاص كده خلاص يقتل اليهود وتكون دي نهايتهم هم جايين لهم عقيدة ده المسيح ابن داود اللي هيرجع لهم ملكهم فإذا به يقتل وهم يقتلوا من بعده على أياد المسلمين لكن أنا عايز أقول لحضراتكم اللي مع عيسى بن مريم الجيش دا جيش جيش المسلمين جيش ربنا عز وجل اللي نطق له الحجارة معناها إيه معناها أنه قمة الإيمان قمة التقى قمة الصلة بالله تبارك وتعالى دا الجيش اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي قاتل في الملحمة قاتل الروم ونصره الله ما هو لزال الجيش موجود ولزال الناس موجودة دا الجيش اللي نبي عليه الصلاة والسلام قال عنه فيرسلون عشرة فوارس طليعة ليستكشفوا أمر الدجان إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم يعني إيمانيات في السماء إيمانيات عالية جدا جدا فكده يكون قضي على اليهود النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساحة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشر فينطق الله الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفه تعالى فقتله إلا الغرقادة فإنها من شجر اليهود طيب هو كده يعني أنا أنهيت والكلام عن الدجال وكان فيه حتة بس أنا مش عايز أتكلم عنها صراحة إنما سأشير إليها اللي هي قصة موضوع ابن صياد ابن صياد اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يراه وكان معاه فيه سجال وفيه بعض الروايات دلت على أنه أسلم أنه كان مسلم وبكده يكون مش هو ده الدجال يعني كل الرواية اللي ذكرت في شأن ابن صياد بتدل أنه هو مش هو الدجال خالص إنما الدجال كما بيانته رواية مسلم حديث الجساسة لما دخل تميم الداري في هذه الجزيرة وجد يعني خلقا عظيما وسبق ذكر هذا الحديث من قبل وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة نلتقي لنتحدث عن المسيح عيسى بن مريم وإزاينا ربنا عز وجل سيجعل نزول عيسى بن مريم فتح كبير جدا جدا على المسلمين ونختم هذه الحلقة ما تبقى منها بدعاء أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها أو ما بطن اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجاء أحزاننا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنها اللهم شفع فينا القرآن اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أمر رمضان علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة وجعلنا فيه دائما من الفائزين اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد اللون ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وصل أعراضنا واحق اهتماءنا وألف بيننا اللهم جمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راضي عنا اللهم احشحنا في زمرة حبيبك وجمعنا به في جنات النعيم فإنك نعم المولى نعم المولى ونعم النصير ولا حوح ولا قوة إلا بالله علي العظيم وصلناهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته